أعلنت وزارة الداخلية مقتل المطلوب الأمني محمد حزام خضر العسماني المالكي أحد العناصر التي شنت عملا إرهابيا فاشلا على مغفر شرطة حداد ببني مالك في محافظة الطائف وأوضح المتحدث الأمني أنه تم رصد وجود أحد العناصر متحصنا في جبل خو الغراب وبعد توجيه النداءات إليه لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار من سلاح الرشاش مما اقتضى تشديد محاصرته ومما أدى إلى مقتله وضف أن القتيل قام بنشر لقطة فيديو مهددا فيها رجال الأمن كما أكدت التحقيقات الأمنية تورطه في جريمة استهداف وكيل الرقيب خلف لافي الحارثي أحد منسوبي مركز شرطة القريع بالطائف في 29 من رجب الماضي وأكد أن الجهات الأمنية ستواصل ملاحقتها لكل من تسوي له نفسه تهديد الأمن والاستقرار مشيدة في الوقت ذاته بالتفاعل الرائع للمواطنين من أهالي المنطقة الذين أكدوا فيه أن المواطن هو رجل الأمن الأول آس yea آس small آس yea accessible آس آس